هل كل بلد متأثرة بالكورة من العدد الدول اللي ذكرت في كتاب اللي حررتك مشارك فيه في لندن هل كل بلد من دول لها فريق ناجح ولا مش شرط ان يكون البلد المتأثرة بالكورة دي عندها فريق دولي او فريق عالمي او منتخب قوي دايما الكورة انا بشبهها دايما ان هي اكبر عائلة في العالم عائلة كورة القدم هي اكبر عائلة في العالم لانه هي جزء من التبادل الثقافي بالنسبة للناس ففي كل دولة في قرى معينة بتلاقي انه فيه فريق منور فريق كبير فيه فرقتين في مدينة واحدة اللي بنسميه الديربي عندنا زي الاهلي والزمالك عندنا زي ما بنشوف مثلا في كازابلانكا الرجاء والوداد زي ما بنشوف مثلا في ليفر بول في نادي ليفر بول ونادي ايفرتون دول في مدينة واحدة فبينهم ديربي لندن فيه كازا نادي بقى يعني ومن مدينة منشستر فيها برضو منشستر سيتي منشستر اونيتد في لندن فيه تشلسي توتنم فولم مجموعة عندي ويستم أرسنل الطبيعة بتاعة كل مدينة أو كل دولة هتلاقي دايما فيه نادي ناجح فيها وصل للمستوى العالمي زي عندنا في مصر مرسل نادي الأهل ييجي ورانادي الزمالك ودي بتكون الدولة الأكثر تأثرا بكرة القدم بالتأكيد لأن الشعبية الشعبية الكبيرة اللي بتعملها كرة القدم داخل المدينة مع النجاحات اللي بتعملها أنديتها في أي دولة في العالم كل ما بتكون ناجح كل ما شعبيتك بتزيد أكيد كل ما بتكون مؤثر ويقوة نعمة برضو ده أكيد وعلى فكرة بالمناسبة يعني الناس بتقرأ في الكرة ممكن برا مصر كمان أكتر بكتير يعني في أوروبا فيه اهتمام ضخم بفكرة كتب الرياضة وكرة القدم حتى في الجوائز كمان مثلا دان اللي مشارك معنا في الكتاب دان فيلدساند هو له كتاب عن أسرار نجاح الأندية الأوروبية الكتاب ده في الشورت لست بتاعة جايزة تيليجراف مثلا في إنجلترا وهكذا الفكرة أنه الاهتمام بدأ كمان في مصر يزيد جدا خلال الفترة الأخيرة معرض الكتاب بقى كل سنة تحديدا من 2018 و19 لحد دلوقتي كل سنة فيه تضاعف في عدد الكتب الرياضية ويمكن ده بيسعدني يعني لما بشوف كتب رياضية وكتب عن كرة القدم كتير الفترة اللي فاتت ده عامل نوع من أنواع الزخم الجنهور بدل ما هو بس بيتفرج على المطشوط لأهو كمان بقى مهتم بالتاريخ تقدر توصله برضو جزء من المدربين الحق أو نجاحات الناس بتهتم كمان بالتفاصيل دي المدرب الفلاني عمل ايه مع الفريق الفلاني وقد ايه غير فيه اللعيبة مثلا من اللعيبة اللي أثاروا بشكل كبير جدا في المصار القروي بالتفاصيل الحكايات بتفرق مع الناس قوي لأنه كرة القدم كنوع من أنواع النشاط والتواصل الإنساني كمان فيها كواليس إنسانية كتير جدا جدا يعني بتتعامل برا أفلام كتير وأفلام وثائقية ودخلت بشكل قوي جدا في الجزء الثقافي والاجتماعي في كل الدول مش بس عندنا ولا في أوروبا على مستقل عالم الموضوع ده اشتركوا في القناة